تظاهرات واسعة واضراب عام وشلل يصيب معظم القطاعات الحيوية هذا هو الحال في محافظة السليمنية بعد أن دخلت أزمة تأخير الرواتب منعطفا خطيرا بعد نداءات ودعوات متكررة لمقاطعة الدوام الرسمي في كردستان العراق ضربت سلسلة طويلة من الإضرابات والاحتجاجات مناطق عديدة واتسع نطاقها ليشمل ضباطا وموظفين في العبيد من الدوائر الرسمية بعد أن كانت مقتصرة على أساتذة الجامعات والطلاب أما عن أسباب تعاظم هذه الأزمة فتبدو متشابكة لكنها لن تخلوا من البعد السياسي حيث تتجلى الصورة بوضوح بعد أن وجه المتحدث باسم حكومة كردستان العراق بشواهرامي سهام الاتهام لطرف سياسي كردي قال إنه متهم بتصعيد الأزمة بالتعاون مع حكومة بغداد وعلى الرغم من التأكيدات على جاهزية وزارة المالية في بغداد لصرف جزء محدود من الرواتب فإن هذا الإجراء لا يبدو كافيا لا سيما أنه لا يتضمن رواتب البشمرجة وعدد كبير من الموظفين في خطوة يصفها هورامي بأنها هادفة لإثارة الفتنة والتمييز وفي ذات الاتجاه تذهب صحيفة الشرق الأوسط إذ تقول إن أزمة تأخير الرواتب تعود لأسباب سياسية معقدة واستحديث عن دعم بعض الأطراف السياسية في بغداد الضغوط الخارجية التي تمارس على كردستان العراق في إشارة إلى تراجع العلاقات بين أربيل وطهران وترى الصحيفة أن السلطات الكردية ومن دون الاتفاق مع حكومة السودان ستواجه أزمة مستعصية لا سيما عقب إيقاف تصدير نفط كردستان العراق منذ آذار من العام الماضي في ظل هذه المعطيات تظهر الأزمة المالية كيف باتت قضية الرواتب أداة لممارسة الضغط السياسي ورهانا يتم تجاذبه بين القوى المختلفة لتظل المعاناة تلوح في أفق الموظفين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية